تقرير يخص المواطنين الغلابة أخونا كامل العوض يتبنى قضية مهمة قضية ارتفاع أسعار الخدم استغلال مافيا مكاتب الخدم لحاجات المواطنين خدامة وصلت 500-400 قلنا ما يخالف وصلت 700 قلنا ما يخالف وصلت 800 إش قاعد يصير وصلت 900 عسى ماشر وصلت 1000 يا لهوي وصلت 1200 يا ويلا ويوم ناشد المجلس الأخ كامل العوض قال يبحلها إشاء شركات لاستخدام العمالة وناشدت اتحاد الجمعيات اللي حد الآن أتمنى منه أن يتبنى قضية فتح مكاتب لاستخدام الخدم بأسعار تكون معقولة أشوف يطلع بعض نواب الأمة المفوضين مثلون الأمة فإذا هم يوقفون ضد مصالح الأمة وكأنهم يوقفون مع مكاتب الخدم ضد مصالح المواطن خدامة بـ 1300-400 يروح التسهيلات أخذ قصتي عليها يجوز؟ ما يجوز سمعوا الحين العوضي لخ الناب كامل عوضي بتقرير الأول شون يكشف تلاعب مكاتب الخدم أعطي التقرير اللي قلونا كامل عوضي يبي يقطع أرزاق 400 أسرة من أصحاب المكاتب ودزولي قال لا تدخلون الدولة في مشاكل حقوق الإنسان سكتنا وقاله وآخر شيء كامل العوضي يبي يستفيد من الشركة يعني خبر قمت اتصلت فيه ثمان مكاتب مكتب قال لي من حول لي بـ 1200 مكتب 1200 الثالث في الميدان حول لي يقول إذا تبي شبيرة وعيوزها بـ 1000 تبي 1250 واحدة ما تحجي عربي وإذا تبي تحجي عربي ومشتغلة في دول خليج وبـ 1300 ديران إحنا معنا الأرغام كلها مع بعض قسمناها على ثمان مكاتب طلع متوسط استقدام العاملة 1160 دينار عشان تعرفون ليش كامل العوضي صار له ثمان سنين ومسوي شركة وليش حرام تقطع أرزاق الشركة مو حرام أصحاب المكاتب يقطعون أرزاق الفغارة المساجين يأخذون منهم 1100 شفتوا كامل عوضي شون قال على موضوع الخدم سمعتوا يا بعض النواب اللي ماودكم تخففون معاناة المواطن شوفوا العوضي شفتوا كامل عوضي مكتب مكتب